هو الوحيد في الرياضة المصرية ولكنه هو الأهم في الرياضة المصرية من حيث المكانة من حيث الشعبية وبالتالي الأنظار طبيعي جدا أن هي يصبح النادي الأهلي محطة أنظار المتابعين أيضا فكرة الانتخابات الرياضية في الأندية وبخاصة النادي الأهلي هي ليست مباراة أو ليست عملية انتخابية تخص الشأن الأهلي فقط ولكنها تخص شأن الدولة المصرية لأن هذه الانتخابات النادي الأهلي تحديدا بتحمل معاني وتحمل ملامح لأشياء وأشياء رمزية في الأقل هذه برضو المهندس محمود طاهر وأفراد قائمته المهندس مصطفى مراد فاهمي إحنا زي ما أشرنا طبعا إحنا بنشير كل شيء بترصده الكاميرا هناك بعض الأمور اللي يجب توضيحها إحنا لحظة بلحظة مع حضراتكم كل ما يحدث داخل المشهد الانتخابي داخل النادي الأهلي هذه حضراتكم شايفين الحضور الكبير داخل خيمة الانتخابات وخلاص أوشكت الأمور على الانتهاء فاضل ساعة و27 دقيقة على انتهاء عملية التصويت يعني الساعة دي بتبقى مهمة جدا في عمر أي انتخابات لأنها يعني بتكون ممكن تحدد أو ممكن تغير ترجمة نانسي قنقر